مرحبا بكم في برنامج السلق لقي تحت المجهر الغيب هو كل ما غاب عن العقول والأنظار من الأمور الحاضرة والماضية والمستقبلة وعلم الغيب استأثر الله تبارك وتعالى به لنفسه قال تعالى كل يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وقال تعالى له غيب السماوات والأرض فلا يعلم نبي مرسل ولا ملك مقرب الغيب إنما يعلم الغيب الله سبحانه وتعالى قال الله تعالى عن نوح ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب وقال تعالى عن هود عليه السلام قل إنما العلم عند الله لم يكن أعلم الغيب وقال تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم قل لا أكل لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب حتى الملائكة لا يعلمون الغيب قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا فالغيب المطلق لا يعلمه إلا الله والغيب النسبي أطلع الله أنبياءه عليه عن طريق الوحي لكن خرج علينا السلقلقي ياسر الخبيث زاعما أن الأئمة طبعا لا يأتي بأدلة من القرآن الكريم كعادته زاعما أن الأئمة عندهم يعلمون ما كان وما سيكون وما هو كائن إلى يوم القيامة هل من تفسير لذلك إلا ما يقوله الشيعة أن هؤلاء أئمة من الله لهم اتصال بالسماء عبر جدهم رسول الله صلى الله عليه وآله فلذا يعرفون ما كان وما يكون وما هو كائن إلى يوم القيامة منوطة بهم مهمات قيادية لهذه الأمة الإسلامية هذا هو التفسير المنطقي لهذه الظاهرة ألا تلاحظون أننا نتحدى هذا الصلقلقي في كل عقيدة أن يأتي بآية من القرآن الكريم ويعجز لأن دينه دين مخالف للقرآن والسنة قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون